وإلك كمان شكرا إلك شكرا رند ومشاهدينا منطقل أكيد لفقرتنا واضفتنا الكريمة لهذا الصباح معالي سلمة اللومي الرقيق وهي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في تونس اليوم حديثنا مطول مع معاليها عن موضوع السياحة وخاصة عم نحكي عن السياحة في دولة تونس وأيضا في الأردن وكيف ممكن أن نسهل عملية التبادل السياحي بين الأردن وتونس وخاصة أنه هي اليوم موجودة عندنا في الأردن في زيارة سنعرف طبعا من خلالها تفاصيل هذه الزيارة بداية من صبح على معاليها صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا ويعطيكم ألف عافية معاليك حضرتك موجودة عندنا في الأردن بسبب مؤتمر سيقعد في المدينة الوردية الفتراء طبعا إحدى معالم السياحة الرائع موجودة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية نحكي شوي على هذا المؤتمر وخاصة أنه يتعلق بالسياحة تحديدا هي ندوة حضرتها المنظمة العالمية للسياحة بشراكة مع وزيرة السياحة الأردنية وفيها عديد من البلدان مشاركين فيها كما تونس ومصر ولبنان والجبل الأسود وعديد بلدين أخرين هي المحور الأساسي فيها هو الاستثمار استثمار في السياحة وهذا عليش نحن نجينا ونحب نشكركم على الاستضافة عطيتوني الفرصة بش نحكي على بلدنا وسياحة في بلدنا والعلاقة المتميزة بين الأردن وتونس وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية سيد الباجي قايد سبسي اللي زار الأردن في 2021 مارس 2015 وكانت فيها عديد من الإيجابيات وكنا رفعنا التأشيرة للأردنيين لتونس ورقم الأردنيين لتونس أكثر من قبل وإن شاء الله يكون بالأمثل للتونس للأردن إن شاء الله لما ما بيكون في فيزا وتأشير الدخول بتكون كتير أسهل هلأ حضرتكم شلتوا هاي التأشيرة في تونس فإحنا منقدر نروح بدون فيزا وإن شاء الله يا ربي بالمثل كمان معاملة بالمثل تكون حتى نقدر كمان نصطيف التونسيين عنا في الأردن المؤتمر أو زيارة نسميها الندوة هي لمدة يومين بكرة بتبلش صحيح؟ صحيح على إيش رح تبحثوا يعني إذا منحكي بالاستثمار بالسياحة وذل ما منعرف قديش السياحة وممكن إنها فعلا الدخل دخل قوم كتير كبير وعائد كتير كبير للدولة وهذا الإشي اللي إحنا منطمح إله سواء في الأردن أو في تونس كمان بس بشكل عام إنتوا رح تبحثوا بشو تحديدا هي مثل في تونس السياحة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي وفي العالم أجمع هي في تتور كيف نشوفها عام 2015 كان أكثر من مليار دو مئتين مليون سايح في العالم وقالها الرئيط تتور هو 4.5 في العام في السنة وتعرف أنه صارت أزمة في السياحة في المنطقة نحن في الشرق الأوسط وحتى في بلد كيمة تونس عام 2015 وعام 2016 بدنا نسترجع في عدد السياح ثم الأسواق التقليدية صاروا فيهم مشاكل وتعرف أنه صار استهداف تونس عام 2015 والمستاش والإرهابين في الوضع تحسن وعننا الأمن تولد تحت السيطرة معناها ثم تحسن كبير نشوفوا اللي هو السياحة تمثل عديد من القطاعات تمثل سيناعة التقليدية تمثل النقل الجوي وحتى النقل الآخر معناها تمثل التطور في الجهيات الكل معناها عندها أهمية كبيرة كيف تشوف مثال بلد كيمة الولايات المتحدة المدخول متاع السياحة أكثر من المدخول متاع السيناعة السيارات عندها أهمية كبيرة كيف تشوف بلد كيمة السين عام 2015 عندهم 145 مليون سيح خرجوا في العالم نحن بلداننا متفتحين كيمة تونس والأردن وبلدان سياحية بالأساس خطر ما عناش كان الشواطئ عنا زادة معناها بلدان عريقة وعنا تراث كبير نعطي في المثال تونس عنا على كل الجمهورية التونسية عنا أكثر من 40 ألف موقع تاريخي وتونس فيها مثال كانوا عديد ديانات الكل كانوا موجودين في تونس ثلاثة ديانات حضرات كثيرة أكيد يعني اتقابت عليها نفس الشي في الأردن يكون العمل على تنويع المنتوج السياحي لتطوير السياحة يجب تنويع المنتوج السياحي ما نعملوش كان على كيمة في الأردن نعملو مثال السياحة الاستشفائية سياحة الثقافية سياحة الشاطئية معناها تنوع المنتوج السياحي هذا مهم لكن الاستثمار يكون في هذا وحتى تنويع السكنة في السياحة مثلا ماش كان نزل تم عديد من برامج أخرين نجموا أن نستثمروا فيهم طب ما عليك يعني أكيد منطقة الشرق الأوسط كلها تأكيد ضررت من الأحداث الموجودة وخاصة أنه مرات كثير الأحداث حتى تضخم للعالم الخارجي يعني بشكل كثير كبير من خلال وسائل الإعلام فكثير أشخاص ممكن بيخافوا أو بيهتلوا هم أنهم بتميجوا على تونس على الأردن بما أنها محاطبة خلنا نقول حزام ناري نوعا ما ولكن طبعا إحنا أكيد يعني عندنا أمان إحنا ومعظم الدول العربية تونس تحديدا إذا بدنا نحي خلنا نقول الناحية الأمنية وناحية الإعلام اللي عم بيروج اللي إنها منطقة غير آمنة من شو بتعاني تحديات قطاع السياحة شو التحديات اللي بيعانيها ما قبل خلنا نقول يمكن 2015 واستمرت إلى ما بعد 2015 و2016 شوف تونس في مرحلة انتقال ديمقراطي وقعدة ناشح وماشية في الطريق الصح توعدنا معناها حكومة جديدة هي حكومة وحدة وطنية فيها عديد من الأحزاب وعديد من معناها حتى من من الاسورغانيزات شون معناها الكيمال اليونيون والدخلين في هذه الحكومة هذه عانا عديد من التحديات عانا تحديات بالأمنية هذو كم قلنا معناها تحت سيطرة ثم الاقتصادية مهم ما يسر مهم ما يسر هذو ما التحديات الاقتصادية والاجتماعية واحنا ماشيين في الطريق الصح في الثنية هذه أنا عجبني تايتل حضرتك وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ليش أضافوا للوظيفة الخاصة بالسياحة أيضا الصناعات التقليدية من ضمن ممكن الوزارة الصناعة التقليدية عندها أهمية كبيرة في تونس تشاغل أكثر من ثلاثمئة ألف حيرة فيه وثمانية في المئة هما نساء والنساء هذو ما يعملوا حتى في الجبال وفي القرى وفي الريف ومش كلهم معناها عندهم صفة معناها عندهم السوشل سيكوريتي وكله معناها عندهم ما نتلقى بيخب وفي منازلهم والصناعات التقليدية قاعدة تتطور تشغل كثير من الناس وتتطور بالرندي وبالديزاين وكل معناها ثم تغيير مهم في الصناعات تحسين في الصناعات التقليدية معناها في الديزاين متاحهم وفي الكواليتي متاحهم فأنتوا كوزارة بتعنافو فيهم كمان تتموا فيهم القطاع مهم يسر في تونس الصناعات التقليدية نحن عنا طبعا أكيد كمان إن شاء الله يعني هاليومين بتتعرفوا على قطاع السياح اللي موجود عنا عنا كثير من أيضا السيدات نشبه أكيد تونس نحن كدول عربية واحدة بيشتغلوا كثير من الحرف ببيوتهم وأيضا بيشتغلوا يمكن الأطعمة التقليدية اللي نحن دائما منشوفها المأكلات الشعبية اللي نحن نتمنى أنها ما تنقرد نظلها أكيد موجودة ما عليك كيف في وفد من الأردن أيضا زار تونس بشهر عشرة وتمثل أيضا بالملكية الأردنية وطلع على تونس والمناطق السياحية وحضرتك أكيد استقبلتهم بالإضافة للعديد من الأشخاص حكي لنا عن هذه الزيارة وكيف يستفادوا أيضا كمان الوفد الأردن اللي كان موجود هما رجال أعمال أردنيين زاروا تونس للاستثمار في تونس ممكن حتى يكون استثمار متبادل في الأردن في قطاع السياحة وفي القطاعات الغرينة أساسا في قطاع السياحة نحن معناها عنا نفس التوجه نفس التوجه هو قطاع مهم يسر وعديد من الشركات العالمية قاعدين يجيوا لتونس مثل الفورسيزن حتى في المدة هذه نحكيه على الأزمة باقي تقعد وجهة معناها مهمة في السياحة بوجودها جيوغرافي في وسط البحر الأبيض المتوسط على ساعة من روما على ساعتين من بريزة ومن بلدان ألمانيا بلدان في ألمانيا عند أهمية كبيرة في الجهة وفي المنطقة وحتى في استقرار للمنطقة عند أهمية وهذاك لماذا المستثمرين يجيوا لتونس وثم عنا شراكة متبادلة إن شاء الله مع المستثمرين من الجهتين معناها ما عليك يمكن بسؤالي الأخير حضرتك بما أنك موجودة في هذه الندوة لمدة يومين إيش الحبة تطرحي من خلال هذه الندوة فيما يتعلق تونس ومتعلق التعاون بين تونس والأردن بشكل عام بما أن الندوة معقودة بالأردن بالإضافة أكيد للدول العربية المشاركة كمان هما ثم مسائل بشي ترحو في الندوة خاصة على التاقة البشرية واستعمالها وتكوين في القطاع السياحي في المدة هذه تراجع في بعض المهن السياحية وكيف تتطور نظروفها من جهة من تونس ومن الأردن ومن البلدان حتى اللي فيهم لصعد يوم الأزمة تمام نحن أكيد نشكر شكرا لحضرتك معالي الأستاذ سلمة اللومي الرقيق وزيرت السياحة وصناعات التقليدية نتمنى لكم أكيد إقامة سعيدة جدا في الأردن وحلو أن الندوة موجودة في عنجد البتراء المدينة الوردية هي رائعة جدا إن شاء الله تستمتعوا فيها وتتعرف كمان على المناطق السياحية الموجودة وإن شاء الله كمان بتنشال الفيزا حتى حتى نشوف العديد من التونسيين من تونس الخضراء الرائعة أكيد موجودين عنا كسياح في الأردن شكرا أهلا وسهلا فيك ومشاهدينا رح ننتقل للتقرير من إعداد أكيد الزميل محمد الحربي وهذا التقرير عم بيتحدث عن حرمة التصوير في المناسبات هي ظاهرة كتير كبيرة لأنه أصبح يمكن الموبايل أو الخلوي موجود بإيد كل شخص وكل واحد عنده أكيد جهاز ذكي فيه هاي الكاميرا ولكن هناك أكيد سلوكيات خاطئة باستعمال هذا الجهاز سنشوف هذا التقرير ونرجع لضيوفنا